نور الخميس 16 مايه 2024 ماضي ثلاثة وتسعة دقائق ينطلق معدنا الآن لمدة ساعة وقال شوية باش نهزوكم في جولة في عالم الدراسة الجامعية اليوم نحكيه على اكثر زوز مهن مطلوبة في تونس وفي الخارج نحكيه على اكثر زوز مهن زي دايح الموبيهم حاليا كل اللي موجودين في السنوات النهائية والاقسام النهائية نحكي على جماعة البكالوريا اللي برشا منهم يخدموا سنوات ويقرب سنوات ويتعبوا ويسهروا بشيصلوا يحقوا احنا حتى في اللهجة المتاعنا نقولوا حلم كل عائلة تونسية الطبيب والمهندس الصيفة هذية مازالت اليوم حلم للتلامذة والطلبة مازالت متعبة للوصول لها ومتعبة في القراية فيها باش نهزوكم الى عالم السيبكم وعام كل عالم كلية الطب ايضا باش نحكيه كيفيش يتبني مشروع الدراسة في هالمؤسسات هذية قد يشلزموا تحضير هل انه تحضير فقط عامة الباك هل انه باش تولي مهندس صعيب في تونس صعيبة لقراية ضيوفي بعد لحظات يحضروا ويحكيونا على التجارب متاحهم وما مازالوا بطبيعة في بداية وقعدين يواصلوا في دراستهم في عالم الهندسة وعالم الطب وفرصة باش نغوصوا معهم في زوز عوالم مختلفة ولكن النتيجة متاع هال باركور يونيفرستير هذوما اكيد نجاح كبير وخدمة مضمونة مضمونة اليوم برك عميد المهندسين يؤكد يوميا من تونس يهاجروا عشرين مهندس يوميا مرسميا عشرين مهندس يشدوا اثنية الخارج وما نحكيش بطبيعة على الأطباء عالم الهندسة وطب موضوعنا اليوم بعد شوية في ألو إيفام سبيسيال غاديو كومبوس أهلا وسهلا بالجميع كيما قلنا اليوم نهزوكم إلى زوز عوالم يحلموا بيها بارشة تليم ذا تونسا تقريبا هي في الأحرى نجم يقول وهو حلم العائلة المصرية الباش مهندس والدكتور قد الدنيا منعرفش هل ينطبق الأمر على العائلة التونسية سعيد جدا باستقبال سيف الدين الغربي عسل ما سيف أقرب الميكرويتس أقرب 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 أسلم صيف أسلم لنك تقرى سيف كوم تاو نعم 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 لنك جديد في سيف كوم نعم نعم بعد شوية نحكيو على البركور على البساج مع البربراتور ما زلت تخوف ولا ليل ببربراتور الكلمة هذه بالنسبة للتلم ذاو اللي أقراو في الباك سكسيون ماكو المات ولا السيونتيفك نمشي زعم البربراتور نريض في القرائم تاح أي وفي الأثنية شنو عندي شوء آخر ميتسين إذاك عليش حابينا نستضيف اليوم سي أحمد قراش أسلم أحمد قراش ولا قراش قراشي قراشي مرحبا يا أحمد شو أحوالك شو أحوالك شو أحوالك شو أحوالك دوزياماني ميتسين أقرب شوى الميكرو دونك في طنبك لامتحانات أول سؤال جسما ميتسين في طنبك لامتحانات إل سو بغمي بش يمشي للراديو برج عبادي يقولوا جمعة الميتسين كيبديوا عديوا لامتحانات يسكروا شبابك أنا قلت فاك دو ميتين دو تونيس تحية لكل أصحابي وكل السيدة اللي قراروني شو أحوالك نجاوب أنا أما هذا شو يمشي في بالتون سيراو والإنسان يقرأ ميتسين وقت الريفيزيون حتى بساعات البيت ما يخرج منها بش ماذا يعيش الوقت وإنتي نلقاوك تعدي وجي إلى الراديو عندك الوقت يعني سياسي شباب معلوس الوقت الله يكملت القرية اليوم مصعتين وكرتبتي تحتي نكمل التون نتعدي ونقرأ ومتفهمين نقناع فيها أعم شجيل الرجوع الدرجة هيري تبدلت الميتسين وقت اللي قرأت أنا والله أنا مشي نكاورة يا متربيزيون دعنا نبدأ بيكنتي ماذا لا نقاري كيفي والد الفاكب بتاعي وقتك زمنات دعنا نهزلوا شوية المورال كيفاش تعديت ساعة السومستر لولباس أحمدو الله والسومستر الثاني أصعب شوية السومستر الثاني كما قلنا نحكي والسومستر الثاني لنبدأ في ستاجاتنا نبدأ بالستاج نبدأ بالستاج لذلك الستاج يأخذ لنا وقت اللي لم يكن الشيخ في أقبل من وقتين أحمدو تحلم أنك تمشي ميتسين؟ من وقتين مهنة الطب ولا تحلم بان سوالك أنت؟ والله في الأوريونتسيون لم يكنت في مخي الميتسين لأقبل في وقت اللي تقرأ في الليسي أعطينا فكرة أنت مين ساعة؟ أنا من الوردية بيلفو باك 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 ماذا كنت تحتاج؟ باك 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 ما الذي تغير لك فكرتك لك؟ بالله أول شيء 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 باك 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 بالعائلة أول شيء أول شيء باك 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 تفهمها باك 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 سوف نرى في الأثناء سيفيدين التي تعدد في البريبا هل أنت مات أو الإنسان؟ باك باك أول شيء عالم 21 تكون عندهم فكرة واضحة على مستقبلهم المهني شو كنت ملول تحب تعمل انشان يور يعني هو الحاكم تعربي لي انا اصلا من قبل ما كنتش قرأي برشا ما كنت ننجح بانز دوز كنت كيكة معاناها ومشي التكنيك على حاجة بركة اني ما نحبش السيونس باي انا نحبش السيونس رو هيم جدا الكلام يتقولوا بش نفهم والاعباد انو رو كي تبدأ مثلا انتي ما تحبش فما عباد مثلا انتلقى عندها بلوكاج مع ماتير معاينة رو تنجم تختار شعبة اخرى اللي الماتير هذيك ما تكونش برانسيبال وتنجح وتنجح بمسيون قوية لانو هل شو نجمو ننبح ونفهم التجارب متاعك ومني فما توجوخ ان بلان باي اذا فمش ان بلان صي و دي باي اذا انتي قلقت تكسيونس ما تفهمش اختار التكنيك بالضبط وبعد لقيت روحك في التكنيك انا انا من قبل نحب معناها الماتيرات بتاع التكنيك وكل شاي ونحب المات نحب المات بالقديق كي لقيت روحي معناها في المات فما متير اسمها سيونس برغم اللي هيك وفي سيونس بتاعها اه قلت ليه سايب علي نمشي تكنيك وطول نقد روحي معناها غاديك وبرغم اللي بعض ندمت لي انا مشيتش مات طول باد اقول لك عليش لا عليش تاو تاو امريكا اه باي الاشكالية في شعب التكنيك انك ميم كي تجيب معدل عالي اه ما عندكش برشة شواء كيف ما في المات في المات في التوجيه تقصد في التوجيه اي اي في التوجيه وميم حتى في البريبا واش نحكيك شوي على البريبا هاش نجيو هاي معناها برسمي شعبة مات ولا شعبة سيونس عندهم اكتر شواء من احنا معناها نجحت في الباك بايه كي قلقيت روحك في وسط التكنيك في لاني تغمينا المتاعك وين كنت اترى روحك مثلا بش تمشي ماي هي قصة التويت على الباك خبال ما نوصل لنجح الباك انا من الاول وقت اللي داخل الباك اه هي حكيت انه نجاح متاعي حكيت معني بصلت للمعادلة هيكا كانت عن طريق قايد معايا في الكشف اه ها باي تعرفت على القايد هذا في بريد الكورونا وكل شي قعدنا نحكيه كل شي وسألني مرة قال لي يا أخي سيف طوانتي شنيه بش نواجهه رتاحية قاية طارق هذو قال لي سيف يا أخي شنيه قد شنيه يتنجح معناه في الباك شنيه التوقعات قلت له عشرة حديس اثناش ماكس متاعي معناه اخذر لي هيك على جنابه وقال لي شنيه عشرة حديس شنيه عشرة حديس اثنية شتو شعب بيها شتو عمل بيها معناه بالضبط وكانت هيك قاعد لمشي بورتيني معناها باك كامل معناها وكل مرة يكلم معناها في مهم حتى فهما بروفيت اصحابه يكلمهم لي ايجا ريفز عندي في عندو بيرو ديتوت يقول لي ايجا وقعت في البيرو هاكا عندك اسباس وقعت فيها وكافيرك ووقعت اقرأ على روحك جيب اصحابك ووقعت اقرأ على روح من وقتها وقتها وليتنا كبست معناها طلعت في نيف ووليت كيبس معناها في القرية كل شيء عدنا الباك جبنا السلطة شمو عادل ها لقيت المشكلة متاع الشواء اللي تعرض له صديقنا احمد قريشي قيت روحك مؤينة قوية وإلا اللي شواء ما كينوش قدن مكبر شانتي بعض الباك في التوجيه انا في بريوات الباك وقتها بديت نخمى على الانجينيوري في الوقت هيك حبيت على اني نعمل الوقت اللي يقبل معناها من النص لما يتجيل نتيجة حبيت على انسات حبيت نعمل هو في الحالات كل بتعمل الانجينيوري بسرير المتاع هو فامدو بسرير يتعم خمس سنين مباشرة او او تتعدى بالبريباراتور الكونكور نسونال وفامل الشواء الثالث اللي هو اللي سانس انا اللي سانس ما حبيتش نحطها في الليتار حبيتش ايا بريبا ايا بريبا انتجري ايا بريبا كلاسيك بريبا انتجري فامازوز اللي هم بتاع الينسات والفستي واللي هم سكولات متاع مياسر طالعة معنا هم بتاع جميع الدزويت دي سيت فورت معنا بشير هالطورة لوقت عديت بريباراتور هل كانت وقت اللي تقرأ في الباك ولا وقت التوجيه كلمة لبريباراتور تخوف برشا قراية تفزعي وفي الاخر يعني تجري بتقرأ عامين وبعد الكونكور ما بمثلا كانتش تقرأ برشا في الميتسين في الاخر بتكامل باركورك في الميتسين ايه اما في البرباراتور تجب تعمل عامين وبعد ما تبشيش لي كل باي الاسألة هذي يجاوبنا عليهم جوز بعد ما نخرجوا بوب راجعين بش نحكيو كما قلنا على زوز من اكثر المهن واكثر التوجيهات اللي يختاروها ويحبوا عليها الشباب امتاع نتاو اللي قاعدين يسمعوا فينا ويحضروا الامتحانات الباك بالنجاح والتوفيق للجميع لحظات وهنا راجعين اي فام احنا راديو نحكيو اليوم على زوز اختصاصات جامعية تبقى ما احترامتنا لكل الاختصاصات تبقى من اكثر الاختصاصات اللي يحلموا بها الشباب نحكيو على الطب على الهندسة وهذا مش خطرهم خير كل اختصاص جيد للناس اللي تختاروا ولكن للتشغيلية الكبيرة كما قلت الارقام اللي كان خرجها عميدة المهندسين اليوم يعني تأكيد انو يوميا عشرين مهندس يهجروا عشرين يوميا. آآ نحكيه على اكثر من عشر الاف بين مهندسين والطباء في عشر سنوات يعني غادروا آآ تونس للالتحاق بآآ سواء آآ اوروبا بالاساس آآ ايضا امريكا الشمالية ودول آآ الخليج آآ ميهن مطلوبة برشا مستقبلها مضمون فكرت وقت اللي بش آآ بديت تتخمم في الانجينيوريين رجعلك ذي في سيف الدين الغرب يا غريب خميراني سيبكم في في التشغيلية انه اليوم مهندسين مطلوبين نمشي نحطوك مثلا بش نتعب في القراية خمامت انك نهار اخر على البطالة على الخدمة على الهجرة كان هذا موجود وقت اللي ولي تخمم في الانجينيوري في من ناحية ايه هو انا حبيت على البريباب من اكثر اني مزلت منيش عارف شنيني نحب نعم مزلت منيش عارف آآ نحب نعمل الانجينيوري يوقي بستعمل البريباب اللي دومين لكل بستلقاه اي بش يتحلو قدامك برشا ثنين بالضبط قلت فازي خل نمشي لنعمل العامين بريباب وغادي كتزيد نكتشف اكثر الحياة الجامعية ويزيد نكتشف اكثر شنية شنية فمه وشنين موجود وانا شنية او سيف شنية حب معناها احمد انتكي اخترت متسين عادي المعدل اللي قوي متاعك اللي جاي في الباك خممت في التشغيلية خممت في انو اليوم ما عنيش برشا طبه بطالة انو الخارج طارب برشا طوينسا سنويا في الكونجورم بتاع معادلة الشهاد الجامعية في فرنسا نلقوها اشترها طوينسا مثلا وإلا ما ما كانتش عندك فكرة عن النقطة هذي لا صحيح معناها اقرب شن الميكروب اتعديو كل متسين لازم شي اخي اختي سواء في تونس سواء يخرج البرا معنى اذا الحكاية مفروغ منها عالاخر معنى اما جيست وقلي انسان يندي خامم في المتسين لازم يخامم على بكر يزيد اسكو بشبقة في تونس وليس يخرج من تونس ما اللوه اللي انت تقول به خانمشيو دونك اه نحكيو اكثر بشوية بشوية اه نحكيو على كما قلنا زوز اختصاصات صحيح مستقبلها جيد ولكن الخامسة سنيه اللي بشتعديو مقرايه بين بريباراتوار و كلية هندسة و الخامسة سنيه اللي بشتعديو مقرايه قبل لانتعناه ثلاثة سنين توليت لانتعناه في تونس شنية البيباراتوار بالنسبة للعبادية هي هي فعلا كل غول هذيك البيباراتوار اللي يخيل لي ذهن الناس بريباراتوار تخوف برشة قراية برشة مات برشة كم تتخوف يعني في بعض الأجواء التلمذية كلمة بريباراتوار يقول لك يسر يقرأ وما ينشحوش الكل وكونكور طوفة بكونكور زيدة شنية بريباراتوار بالنسبة لك كيفش عشتها بريباراتوار تقريت في المنار قريت في المنار عمل بريباراتوار اقل بالميكرو يا سيف ما قلت كل مره اقول ايوه مريقل اه هي معناها بريباراتوار تكسيون تكنيك التكنواء معناها فزيك تكنيك اه ومعناها هو فهمت رواي سكسيون فزيك تكنيك فزيك شيمي ومات فزيك اه هي غول نوعا ما ايه تخوف شوية خطر من صنص اللي فيها برشة قراية معناها ماي الحكاية الحكاية الكل في كيفش انك تقرأ اه والحكاية الكل في النظام هي الريباراتوار السيكل معناها بستعدي بريباراتوار بالرسمي بشي حق يعني كي تتخذ معناها كي تتبع بالكداية وكل شاي وتمحرث بستخرج كنان جنيخ بستخرج كنان جنيخ اللي يعرف كيفش يخطر انتي بستحط في شارج كبيرة هي مش البيوت متاعها انك فما بيتم تعقراية معناها وفما حاجات لازم من تعرفهم ميل بيتمتاعها اكثر انهم يعني يقولوا احنا بلغتنا العامية حلولك مخك معناها بش انك تعرف كيفش بعض غاديك في اي اشكالية تلقاها معناها في السيكل معناها ومباعد حتى في الخدمة في ساح في ساح ما تلقى الحال يعني شو تقرأوا في البريباراتور مثلا انتي عملت بريباراتور زياداري تقرأ حاجات كلمة نقرأ فيهم مثلا هل انتم بالعكس في البريباراتوري تقرأ كل حاجات التكنيك ولا فما دي ماتير اخرى مثلا في البرنامج الجامعي ودراسي متاعكم نقرأ لنا برانسبال، نقرأ لنا بكاتنا في الفرنسي، انغلائي، فيزيك، ونقرأ ثلاثة ماتيرات التي تابعين التكنيك حين تقسمهم بينات أطواتيك، وميكانيك، وفابريكشر ونقرأ إنفرمتيك وشيمي إنورغانيك تقول أنك هنا بدفة تكنيك، يعني في النرمال نقرأ ما كترية وميكانيك والكل شيء تقرأ بكاتنا 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 وفزيك وسعى الفيزيك قالوا لا شيء ومن وراء العقل بالرسمي الحضور إجباري مثلا في يقولوا في الكلية اللي فيها الهزاليت يكون الحضور إجباري باش العبادة تتبع وإلا تاخذوا ليكور من بعد تفهم وحدك وإلا لا هذية يعني يقول لك برشة لام ذا توا قولك باش نخرج من الليسي باش نرتاح من حكاية البخيزانس ماشي الفاك شو نكون أكثر حر ماند لحق ما نحضرش تنخوا الليكور من بعد ونحضر هل هيدا فعلا ما يحدث في البريد. مثلا. لا موجد منصر без البريد. بالأخص إكتغر ذكور ولا أيضا هذه Any construct باعث عن عن عنب أو حتى كان أخطئنا من وكل شيء كما تحضرش ركب الرسمي بش تضيع بارش لذلك الحضور يعاونك في ربح الوقت في الفهم ايه ايه مهم حتى اذا انتي عند ساعات النقاوة اللي معناها تبدأ عند بروف اللي ما هو شوه ومعناها ما يعرفش كيفش يواصل المعلومة ولا كيفش ايه وين انتي على القليلة تاخذ 20% 30% خير من بليش بيه في الميدسين كيفاش كانت الاشهرة الاولى ماشين ميدسين عندكم فكرة معينة من اللول تعجبك الحكاية في العام اللول معافش كان مازلت بنفس التاريخة كما قلتان تقرأ وكان الصباح هكاكا مازلتها تقريبا مع شويتي في هاتل عشية ايه تقرأ وكان الصباح عندك برشة وقت هايبهية يعني اه ولكن في المقابل تتصدم تقرأ في الفيزيك عندك اه تيم فانتسيت يظهر لي ولا تيم دو تيم كات في زي ولا فيزيك إستواغ دلا ميدسين شنون وين اعم اليوم هالاسألة اطرحتم على روحك احمد في في الاشهر الاولى في كلية الطب في تونس ولا ليه؟ ايه اكيد اه جزء حاجة بركة نقول اللي كلية الطب كلية الطب في تونس معناه كلها تتخالف بسي سيتيم تاح نحنا نحكيه على افم تي معناه كلية الطب في تونس اللي هاي هاكيه دونك صباح تقرأ لعشية تقريبا ساعات شوية تي بي شوية انجليا لكن البرزيونس مش كيمالي بريبا معناها انت حر انك تحضر بعدما تحضر شوية دفوار تنجح في وقت كلم وا واته اللي قبلяют لابين قبل وقت القليتين و 10% ومش 20% نحنا وقت ان sert لما هو atéو لار posteriori انا حكيه على 98 بطبيعة لا研دا سيستمر خيميستريل دجا وقتها. دونك الحضور غير اجباري بالنسبة لكم سنة. غير اجباري تحدي تحسوا. جدست عنك دهوار تنجح فيه تنجح. يغيبوا ولا يجيوا؟ القرايا ها سؤالي يعني القرايا. يغيبوا في الفاك ولا لأنه هالتحدي هذة فمزادة. لدفة دو الإكسلنس بين القرايا. ولا يجبب أكتش أن تنجح. كم يومي لننجح؟ لدفة يختلف عند العباد التي تكون متعودة بالإكسلنس في العادة السنة أولى يحضروا ياسر خطر نحن عنا الخوف مثل نحن الليسي دي ما نحضر بريزونس تنشي فاك تحضرش حاجة صعبة ياسر مشتعملها معنا كوراج لازموا في العادة العبد لي معاودين العام والحاجة كاذاكم يعرفوا الحضور مثل ممكن يفيدهمش ياسر لكن بعضيك مع بعض عام كل عام رايش ينقص نسبة الحضور على الاخر تنقص على الاخر الكلمة اللي كانت تقالينا يعني وكطالب سابق في كلية الطب في تونس التمحريف هل فعلا كلية الطب يلزمها تمحريف من هارلولان يجبك تقرأ ودي غزومي ودي ميني غزومي ودي بوليكوب وبرزونس وتسبح وتحفظ برشة هذي فكرة ماخذينها الناس رو على طلبة الطب وعلى دراسة الطب هاليها صحيحة والا لي احمد انك ادخلت للكلية الطب في تونس اكيد كنت عندي ذا الفكرة معناها اه فعلا لكن الحاجة الوحيدة التي ادخلت القرية للطب والذي بالحقرة أو أي شخص يقرأ مدسين أو لا يسمعني يعني أعرف كناك يقرأ مدسين لقد قلت أحجية صعبة ياسر والد ركس عادة إنسان تقى يمحر في ياسر 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 وتقام بعدها تطايح كنترول واحد ديما تشوفه مثل أسوسيوتيف ويقق القرائة معناها جوست ريفيزيون وتقام إن شاء الله لي مجهور هذه أحجية لذلك أنا حق ديما نحاول رجحها أنه الخدمة والتمحريث يجب أن يكون بذكاء وفهم فترات التي تمحريث فيهم مثل فيرود ريفيزيون وإلى البون نحن نساموها بنا للدوار هذه يرى الخدمة فيها معناية عادل ثلاثة إلى أربع أيام من أول عام خطر أول عام لا تعود تنسرك فيو سوميست ريال سؤال آخر قبل ما نرجع السيف وقعدين يوم الراوح في الحديث متاعنا بندراسة جامعية حول الطب والهنسة جماعة الشعب الأخرى مثلا أنت عاديت مات وفرحت كلقيت فيزيك وقتها ما عفش ما نحكي ديما كانت على ترونت وقتها نوتي دونك في البريود اللي قريت فيها إنا فرحت لأنه بجتهز شوية المعدل جماعة الشعب العلمية مثلا تكنيك ولمات ونذكر حتى وقتها فمش كون معانا لتر فما كانت بلاسة ولا زوز يضول الباك لتر يلقون رواحهم بسهولة في كلية الطب وإلا اللي جايين من شعب السيونس يكونوا مباجلين يعني عندهم أفضلية على بقية الشعب وضايا نحسها أفضلية معانا بسيطة مش ميش كبيرة يعني ياسر لكن برشة معانا مجمع تلمات ديجا يدخلوا بالعقلية متاع هما سابقين بخطوة دونك ديك العقلية اللي خليتهم بريمون معانا برشة عبادة تقال ان ديجا ماتوا وباك سيونس فيتني فيتينو مسحاح بحاجات صغيرة معانا في كل التين تقال مثل نحنا بارتيل العنية أو السيونس زوز نحضروا جميع السيونس يتلتقى نعرفواتك الحكاية أما بعدك تتعادلوه معانا البرميار نتزيم معانا بعدك نرجعلك دونك سيف الدين الغربي حكينا على شوية على البربراتوار دونك أهمية الحضور من النهار من النهار الولاني تبدأ تخمو في الكونكور وانتي تقرأ إذا تخمم في نجاح متاع العام الولاني ولا تخمم في الكونكور متاع العام الثاني ماذا الهدف عندما تذهب البربراتوار وتبدأ تقرأ وتخذ وتحذر وتمحرث وليس عبرة وتمحرث وبالعكس كما هالنهارين التهمة في بلدنا متاع حقوق الانسان كيف كيف في عالم القرية التهمة يا محراث محراث خاطر يحب يجي لول وحب ينجح سيدي المعانا نجح تلات وثلاثين على كونكور عادة وفيه ثمانمية يعني من بعد تنرجع للنقطة هذه دونك الهدف عندما الحصاصة الأولى النجاح عمدها ويا من ناحية العام الثاني وقال من اللول جماعة البربراتوار يبدأوا يخاموا في الكونكور هو مكثريتوا يخاموا في الكونكور معناه خاطر هي الباز هذه الباز متاع العام اللي بعده وفهم برشة اصلا ديشابيته نلقاوهم في العام جاي اصلا ما نعاودوس نرفزوهم ما يعاودهم ما يعاودهم الناس دونك انتي تخام في النجاح متاعك في البرميراني وفهم مبعض بالدوزيام بوين بالدوزيام في النسبة للفيزم هو في البرميراني في الببرميراني يعني ضغطين علينا احنا اوبلكاتور معناها بلوزو ما ما ايه في الدوزيام تبدل معناها العملية تبدل السيستم بالنسبة لنا احنا كالايزيتودون ماش بالنسبة للإدارة تبقى تقولنا احنا لازم نكونوا اوبلكاتورما بحيثن من مكثريات الزيتدواء و انا واحد منهم فما دي سيانس ما نحضرش عليهم بالأخضر فما مرات نقعد نقرأ في الدار معناها انفضلني نقرأ في الدار اكثر من اني نقعد نقرأ في كوية معناها هاو السؤال يعني مثلا في مواد اخرى نجو تكون مواد تعتمد على الحفاظة ولكن فما مواد مثلا انتوما على الاناليز يجبك تفهم المسألة تتبع الأستاذ اشنو يقول تفهم اترافير برشة نستعمل اليوتيوب برشة فما ديشين معناها الساعة مكثريتهم من المغربة ايه بش تتخذ الساعة للبريبا لازم نتعلم من المغربين ايه بش تلقى برشة مغربة حتى في الميتسين عندهم كعبين برسمي برشة مغربة و برشة مغربة معناها يفسروا كور بطريقة عجازية معناها برسمي تفهم كل شي تحق عاليوتيوب يعني عاليوتيوب اي نفضل توينسف الفاكنة مثلا تحذير الكونكور kommer من قَده يطلب يطلب عامين خدمة و قَكَنْ شهر toast ماذا نقبل الكونكور مثلا بالنسبة لي كنتس كفيش هضرت الكونكور هي毛 خاصة انو نتيجتك في الكونكور كانت متميزة جدا بالنسبة لي هو على عامين في العام لوليني اذاك جزت تقرأ معناها وتعدي دفعاتك مش تكون بازي معناها بتكون حاضر حتى من في الصيف معناها ما قريت حتى حاجة قعدت نتفرهد نمشي مخايمات كذا قعدت نتفرهد ما قعدتش نقرأ معناها في الصيف العام الثاني لازم لك تكون أجوخ برسمي هذي الحاجة اللي اللي تريز امبرتنت معناها ومام حتى فهم سكون اللي الترابي وفالالاخر ما تتعبتهم عالاخر انهم بشي الترابي بشي يرجع للماتير اللي يقبال ماذا بيك حتى اي ماتير اي شابيتر قعدت تقرأ في لاحظته وينما كما التقريت باريزامل السيانس طول بعدها في الليل تشبت ذاك الشابيتر تعود تقرأها من الفوق من الفوق للفوق مش لازم حتى تتعمق وتقعد نعمل هكذا في المكثرة في الفيزيك مات شيمي اول ما يقدبها منكمل الراحة نجبد الشابيتر اللي قريت والحاجات اللي قريت نجبدها نقرأها الكل نضع عندي في البلك نوت نكتب الاسئلة اللي عندي على الحاجات اللي ما فهمتهم وكل أول ما تبدأ سيئنس أول ما تبدأ سيئنس ونتعاد وكيك 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 وديمة في الأخر بالكل ما لقيتش الشارجة كبيرة معنى أي بالضبط التحذير للكونكور كانت فامة برود دوري فيزيون حاجة معينة ركزت على حاجات يزم تخدم كل شيء وإلا تخدم على حاجات وحاماتيارات مثلا اللي كونو نوت للكوفيسيون بتاحهم أقو كيف اشتم العملية؟ لكي تركز على كل شيء يعني لزمك تتبع الماتيارات ايه لزمك تتبع الماتيارات الكل ولزمك الماتيارات الكل تكون فيهم معنى ها تخدم لهم كومي الفو معنى فامة ماتيارات اللي بيش يستحقوا أكثر خدمة من ماتيارات الاخرين بطبيعة فامة شارج أورير يعني برعزامل فيزيك نقراوه فيزيس التسويع في الجمعة مش كيف ما انفوغماتيك اللي نقراوه فيه سيعتين مش نفس القراية اللي مش توقع تقراها معنى الفيزيك بشتعطيه أكثر وقت الماتيارات التكفيكي بشتعطيه أكثر وقت عنا احنا ماتيارات متاع القطلة متاع التكنيك سيافام و استيي هما الكل هم الاربعة زادا عندهم تقريبا ثمانية سواء يعني نقراهم في الجمعة دونك كل لازمك تعرف كيفش توافق مبينيتهم وهكا تمشي العملية معنى بعد شوية نرجع نحكيه على نتيجة بالكونكور وعليش خطرت الشوبكم ككلية تواصل فيها حاليا في الدراسة متاعك ونرجع الضيف الثانية احمد قريشي طالب سنة ثانية في كلية الطب في تونس قريشوا في كلية الطب بعد ما كان مكنتش في مشاريع وعم كانش يخما فيها اما معدل سبعتاش فاس خمس وثمانية في الباق خليه يمشي لكلية الطب توا بعد عمين مكشنا ده ما برغي طب سابق اقرب الميكرو احمد سيلو بان شواء ويوي بالنسبة لك انتي طب حاجة ميك تنتمش على هنا باقي في كلية الطب في تونس نظام الدراسة السنق حاليا كيفش يعني خمسة سنين بعد عطينا فكرة باش تفهم الناس ماركا نحن نقس أعنا ديكا انترنا لك أخمسة سنين وم لكن سيلو بحث تفهم في ماذا في3 ماذا ما الأخداقت مي يظام السابق ده سابق اهم أدي، ده سابق اهم 2، ده سابق اهم 3، ومنع ده سابق اهم أم هم بعد بعض الأدوم الخمسة سنين، أم بعد نحن هذا النجر بحث الرابع للنقية، ونت سيقري ؟ مرحباً فوق لذا بعد أن نحصل للتعدي للتعدي في ديسمبر تمت تعدي عليه التعدي والتعدي للتعديل ولم تتخلص لك فى من المين خلق عنده نهارية و ثلاثة يوم لذا فترة الآن كل نحن كنت عام أنت عام طبيب داخلي فى المستشفيات لذا هذا العام تختم وانت تختم بإعتبار التب تتخلص فيها حقاً قليلاً أو مبلغ يعني محتل مهم جداً لذا كنت تعلم فيه المدسين على التباعة يعني بشكون واضحين ما ما يعمله ما اللي يعمل فيه لانتيرن في سبيطار اه اه اخطنه هزو جيب التحاليل بطبيعة اه اه هو يعم كل شي هو اللي كتب الدوسي تحت اشراف الغزيدون ولي سينيور بطبيعة متاعه لكن هو اللي يخدم في كل شي بشكون واضحين في المؤستشفية الجامعية مبنية على ظهورات لزانتيرن هذا معروف يعني ما ومش مش عقيد بالعكس عنه يحمل المسؤولية بشيفهم شنية اللي الميتسين لكن قمال كنت مثلا كمت نجحش في الكنكور انتيرنا تقعد عمبارك ولا تكمع عمبارك الانترناء كمتلا 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 تنجحش في الكنكور واشتقعد لعام لعباده يديكا ما بعد واذا تتعمل كان اختارك مثلا انك ما معدش الاقومشي ما تنتجم؟ ألا كمتلا ومثالا لازم لازم لدي معلومة لقبل في بيلي تقعد ثلاث سنين انتيرنا وليس اختار لتحب عليوب وليس اتقعد ثلاث سنين مثلا لكن في بيلي ذا القانون تنحق لحد العلمي لذلك يجب أن تنجح فيه وهذا الشيء الذي لا يشبهه يسر قليلاً هو أنك تنجح في ريزدانا ولا تنجح فيه كما نحن نقوله في الباك نجحها بعشرة معادل ممكن من شيء يجب أن تنجح في ريزدانا برام به يجب أن تأخذ الوصف التي تحب عليها هل توجد مثلاً بعض عامين ميديسيين تفكر فيها أم لا؟ في العادة أكثرية أول من ندخل الناس كل محلات كارديولوجية و ساعات الكيشيرجية لكن على الأرض الواقع أنت تحط الوصف التي تحدثت على المدينة و بعدك كل مرة تتحدثت على المدينة مثلاً تقول أنني عملت بسيكاترية بسيكاترية يعجبتني في ياسر لذلك نحيطها من أخي تعدي استاجات نعم، تصل إلى 3 أو 4 أشخاص ما ترغبك؟ ماذا ترغبك في المستقبل؟ حقيقةً أنني حالياً لدي أشخاص بشكل مدينة عجبتني كثيراً يجب أن أعرف أن أعرف المدينة لذلك أشعر أن أشعر أن أعرف المدينة تنقذ الأرواح هذا المدينة بالضبط عنا عباد تمشي للمدينة لأنني فعلاً تخمم في أني في الجانب الإنساني برشة يعني ماش في بلهم عباد تمشي المدينة خطرهم قراريا خطرهم يحبوا يعملوا فلوس في المستقبل وكانه تعيب أن الإنسان يعمل فلوس يعني راولي مثال كان يختار أي تلميذ أو أي طالب مستقبل في مهنة تعمل فلوس يقول لنا برشة أغنيين وهذا جيد للبلاد والناس يعني ما يكونوا واضحين الجانب الإنساني هل يدخل في اختيارات لتلميذ اليوم أنهم يعملوا مدينة والله حتى كان نسبة تنقش دي ما يقعد داخل وحقيقة يعني أنا شخصينا من نظر النظر متاعي نقول إنسان شي ضحي بعشرة أو 11 سنة من أفضل أيام شبابه وليهما معناه بين العشرين وثلاثين حكي فيرغف شلوش باديك على فلوس معناه ديجا أنت عشرة سنين تاع ذاك ومأهم سنين حياتي لذلك هزالي ساكريفية معناها حياتك معناه تكون معناه مش تمثل ماذا تكون معناها إنسان رسبونساب بالنعاري خرقه أو ما مثلا نرجع لك في نفس السؤال بعد شوية صحيف ميتسان دكتور طبيب ما زال بقدره في البلاد برغم كل الاعتداءات اللي تصير على الطب برغم كل الحملات ساعات التشوية وحملات الشيطنة لكن هذا لقب حافظ على مستواه وعلى قيمته العلمية والمجتمعية والاجتماعية على مر السنوات يظهر لأحمد صحيح ذي حاجة بالحق بيها على الأخير الحاجة الوحيدة اللي يعني برشع بيدي يمشولها دونك يقول لك إذا الطبيب معناه بقدره في أي بلاس وشتقعد سورتو سورتو ذي حاجة تحسها وقت اللي يجيك إنسان وقت اللي بالحق تضيق بيه السبل كل وإلا نقول نحنا ما عادش عنده بيه سورتو أنا يقول لك ذي حاجة تحسها في اليرجونس وقت اللي بالحق معناه يجيك يقول لك ويقول لك ماذا هما التعبيل يجي يقول لك معناه ليتحسك بالحق لي أنت معناه يجب تكون قادر المسئولية نرجع لك سيف الدين الغربي دونك حكينا على البربراتور أهمية التحضير لأنك تكون أجور بالنسبة للسنة الثانية لأعداد الكنكور عديد الكنكور تلقى روحك من الأوائل نوعا ما ايه نجب تقول ايه قدالك اللاسمون بضابط على قدال؟ على تقريبا 800 مطال كان عندك كان عندك برشة اختيارات وإلا الكثين وثلاثين اللي سابقوك هذو نجمي هذو كل شيء ولا هذو ما تقول بلوزو موا في علميش أنا قلت لك قبليك روفامة فاست الشواء زادة في البريباء في سبيسياليتي تكنو زادة عنا شوية شواء وعنا شوية بلايس معناها في الزيكور الانجينيور الاخرين بلوزو موا في الزيكور بإنجان نحكيك لك شكون هم الزيكور ساعة الكبار يعني يقولوا احنا اللي يمشيو لهم الأوائل فهما التكنيكا بانسي هذي في الينيت طول يقرأوا عام ونص وبعد يخرجوا للفرنسا هي كيف مالكولابوراسيو مع شارك مع مؤسسات فرنسية بي؟ بعدها البولي تكنيك اللي هي في المارس وبعدها الثالثة نقولوا احنا اللي يدي محكي كمعنا هكلا اسمو يسير اللي هي سيبكور في البلايس احنا عنا 20 في سيبكور في السكسيون عندهم 100 حاجة في المية تقريب وهي هذي اللي تخلق الفرق ذاك عليش انا طيب كن نرجع بروحي الوقت الوقت الالدوزيمنية وقت اللي يجيت عمرت معناها عمرت توجيه وتعديد التكنيك قل عليش نعمل مات وميم حتى الماتين نعطي الروحي اكثر فرص نعطي الروحي اكثر فرص اللي بالرسمي يعني انا نتوجه بها نصيحة معناها اللي توا في الدوزيمنية ويختاروا معناها السكسيون خامن فايا بالكدير وخامن من السنس هذا اذا تلقى راحك جيد نقصين نصائح في التوجيه الجامعي انتم كتلم يعني ما شوكمش مستشارين بريود التوجيه في اللي سيتم تاعكم قالوا لكم هاي المثالان السكسيون هذي لكن تعملها هاي هذيها وشنو تعطيك نقصين في اللي سيتم بتاعنا في اللي سيتم بتاعنا عموما تفضل احمد والله هم المحالة يجيوا يبعثوا واحد ساعات على اللي سي كامل يعمش يدرش 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 كل سار لكن صراحة وقت اللي يجيونا نحنا الكلام متخيف وغمال وساعات نحسه ميربوتش علاقة بالواقع معناه حتى يجي يحكي معاك يقول لك كذا وتمشي فمتني ولك الكلام موش واقعي تحسه يجي يقول لك بالحق وعادة يجيك بطريقة معناه يجي يقول لك او فما او فما من با معناه تكون افضل لانه يدرس مثال لك بركاسعات وله دي تاي تقول لك عليش سيبكوم خاطر هذيك شو الوحيد اللي بقاء ولا هو انا كنت ريتا خاطر سيبكوم كأيكول برسمي اللي فيها برسمي حلو برشة افاق وانا وقت اللي اتخلت لالبريبا وانا عرفت اللي انا دوي بالانفورماتيك وبتوسكية اي تي وكلا فازت بتاع البرغراماشيون كل شيء خديك وانا عرفت الغرام معناه برغم اللي انا في الباك كنت نحب على حاجة في الميكانيك قلت حاجة ميكانيك الكتريك فازة منه كي دخلت لالبريبا وقت عرفت اللي انا نحب حاجة في الجنغير انا في التوجيه حطيت سيبكوم وحطيت بعضها الانصية اللي هي اللي اتخلت اللي اتخلت هيا قلت انا كيفاش نجحت في كيفاش جيت للسيبكوم ضحك شوية خطر كيفاش قلت لك ما فما واحدة من التكنو عشرة بولي تيك وعشرين سيبكوم قدش حصلنا واحدة وثلاثية اذا اذا اذهبوا بالطريقة هيك بالترتيب هذك انا ما تخطفليش نورمال الحظ والفني واللي فما فما طول صاحبي اصلا جيل عاشر ومشي عمل بولي تيك مشي عمل اندوس فلانيت وفما طول اخر مشي عمل انصي لها انا جيت بقولوا احنا اخر واحدة خالفة سيبكوم من التكنو درستكم عموما المهندسي التوكيم كما كان يحكينا احمد هي مزيج مثلا في الميديسين اعتقده دوزياماني تولي مزيج بين التربوسات صباح تربوس وفي العشية فاكلتة صباح تربوس وعشية الفاكلتة رسميا صباح ثمانية ساعات ووقت ايش الجروند فيزيت تبدأ في استاج حتى لست متر عشية بالنسبة لانتوما كاختصاص تقني فما دستاج وقال لكل قرية اكاديمية مثلا في البرباراتوار بلاكس بلاكس الجو البرباراتوار ذاك التيورية تدخل الكل وقت تلمس معناها الاختصاصات تبدأ مثلا نحن في نية عمسنة عملتو دستاج انتوما في السوبكم مشيتو المؤسسات استاج متاعنا يصير في الصيف لدينا الوقت يعني يقولون احنا بلوزو موى اللامبلوامت احنا موى شاك جي برشة يعني بالأخضم نهارت سبب لا نقراوش نهارت الجامعة العشية في السمستر الاخرى وعنى اوقات بعدين برسمي نقراو في النهار ستة سوية اللي تلقى يعني كي تركز تركز معناها وتحب تتخدم في دومان من الدومانات اللي تراهم معناها قدام تجم تتوسع فيه واحدك مزالت لدقيقة دقيقة ونص خلنا نقسمها بيناتكم بما انو الاختصاصات اللي اخترتها فيها برشة قرية وفيها برشة تثهي يلقى نبدأ بك انتي احمد قراشي يلقى طالب المدسين فرصة بش يمشي دي كلوب عندكم دي كلوب انا نعرف الاجابة بطبيعة وإلا ليه انتوما قرية 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 وكهو يمنحيا بعد بل عشرة سنين ادوما بتالي قرية نقاو ان شاء الله وقت نبدأ لفرود ريفيزيون نبدأ لها مدومة كل اول عام سورتو اول عام مثل اكثر كلوب اللي موجود في الاربع فكرة دي ميتين بتعطونس الكل دونك الناس كل لازمنا خاطر بصراحة المعنى هذه الكلوب هام انو تكون عندك نشاط اكسترا بخلاف القرية في في اختصاص في برشة قرية هام جدا ديجا مدقش سايف نفس السؤال انتو متصوير عندكم دي كلوب تكنولوجيك و اي تي وروبوتيك والدنيا كلها في اسوسياتيف يسر معنى فهم مبارشة كلوبات اصلا و اول العام اصلا تقع تحاير معنى ماذا ندخل ندخل لنا في انا في انا كلوب ندخل فيه فهم اكلبت في الديتا سيينس فهم اكلبت في الويب ديفولمت وفهم اكلبت مهم حاجات مهمش تكنيك في السوفت سكيلز معنى انا في البريود الولى فهم الفرام اللي نحضرها مع الشيبكم اللي كنت موجود في كلوب التيم اللي برسمي منه تعلمت بارشة حاجات في السوفت سكيلز وقتها ختمت في كوميتين متع ميديا وقتها ومشينا للراتيو وكل شيء وبرسمي كانت اكسبريانسي يسر محلية وتتعلم منها بارشة بارشة حاجات شو كاليك سيف الدين غربي طالب سنة أولى شو بكم عديتك زمانات ولا مزلتم انا على قريب بالنجاح والتوفيق احمد قريشي طالب سنة ثانية كل يطب في تونس بالنجاح والتوفيق ان شاء الله اتحقوا حليكم شوفوكم مهندس قد الدنيا باش مهندس والطبيب قد الدنيا كما يقولوا شقانا في مصر شكرا نمينوس كانوا معنا في الاخراج محمد شيحة ونسرين في الاعداد شكرا نهايب وإيمان كانوا معنا في الديجيتال موعدنا جدد كل عدة غدوة مطلقة الأربعة على ايفان محلى راديو انا حسين بلو سلام عليكم باي باي انتم تسمعوا في الو ايفان سبيسيال راديو كون بوس